جذر قانوني وفقي حول قسمة الممتلكات بين الأزواج يدفو على السطح من جديد في المغرب ناشطون حقوقيون يدقون ناقوس ما سموه بالخطر الاجتماعي المحدق بالمرأة ويدعون إلى الإسراع بتعديل المادة التاسعة والأربعين من مدونة الأسرة المغربية كنت غير شامل وجد للمدونة ومن بينه الفصل سعود الربعين لأنه في حيف ضد النساء للمغرب تميز مثلا في منطقات الجنوب القدو السعية يعني الإيمان بأن المرأة التي تعمل أو المتزوجة من حقها أنها تقتصم متلكات مع الزوجي لها وإحنا كنا سوعداء ولكن في الآخر تبيننا أن هذا الفصل لا يطبق كما توضح لنا كحقوقية ويرى مهتمون بشأن القانوني أن المشرع المغربي منح أهمية خاصة للحقوق المالية للزوجين واستقلالية ذمتهم المالية إلا أن هناك إشكالية تتعلق بتدبير الأموال المكتسبة باتت تفرد مراجعة المادة المذكورة أعتقد أن مدونة الأسرة ربما أصبحت تصطدم مع الواقع وبالتالي مفروض مراجعة لهذا النص التشريعي حتى يستطيع أن يستجيب لهذه المتغيرات المتسارعة إلى ذلك يرافق هؤون أن مراجعة المادة المذكورة سيساهم في ارتفاع معدلات العنوسة ونسب الطلاق والتفكيك الأسري أنا أعتقد أن هذا سيؤدي إلى تزايد نسبة العنوسة وفي المقابل أيضا تزايد نسب الطلاق لأنه عدد كبير من النساء سيرفعنا دعوات بالطلاق من أجل الحصول على نصف ثروات الرجول وهذا سيؤدي إلى تهديد استقرار الأسرة المغربية وتشير إحصائيات إلى أن 0.25% من الأزواج فقط وقعوا على عقد تقسيم الممتلكات وهو ما يضيع بحسب البعض حقوق كثير من الزوجات لواتي يقضين حياتهم في تحمل أعباء البيت وتربية الأمنى هو نقاش قديم جديد له بحسب البعض مبررات اجتماعية يفرض إنصاف المرأة المطلقة أثناء تقسيم الأموال المشتركة لكن ذلك وبحسب البعض الآخر قد يساهم في ارتفاع معدلات العنوسة كريم القرقوري خناة الغد الرباط